القدير كابتن علي أبو جريشا أحسن لاعب في أفريقيا عن طريق مجلة جونافريك الفرانسوية كمان فرانس فوتبول وحصلت حضرتك كمان فيها على المركز التاني نعم صحيح؟ نعم كلمنا عن الذكريات دي والأجواء دي والله هي ارتبطت طبعا بالبطولة بتاعت النادي اللي اسميلي حقها ومباراة اللي كان بنلعب في السودان سنة سبعين برضو ماتشاط المنتخب نعم يعني احنا برضو أنا عايز أقول بأمانة الجيل ده في الفترة دي كان صعب جدا انه ان تروح تلعب مع المنتخب بطولة كبيرة جدا من غير دوري عام صحيح طبعا من غير إعداد يعني إعداد بسيط طبعا محلي يعني كما كلها بنعمل حاجة بنلعب ضد بعض هو ممكنش بيع بقى ماتشاط ودية دولية وما كانش كلام ده ممكنش دولي ولاش حاجة احنا بنطلع من هنا ومع ذلك احنا خدنا مركز سالي كنا زعلنين يعني أنا واحد من الناس لما اتغلبنا في الدور قبل النهائي وحنلعب على ثلاثة ورابع بصراحة يعني مرضيتش ألعب من زعلي أنا مرضيتش ألعب لأنها عايز ألعب على الأول معين احنا ثلاثة واربع سنين مفيش دوري لكن ما بنقولش دي خالص يعني احنا افتقدناه بعديا ان احنا كنا بنلعب جداوري لكن لما بنلعب عايزين نكسب فالفطرة دي كانت صعبة بالنسبة للمنتخب لعيبة المنتخب ولعيبة كتيرة لأنه في الجيل ده فيه ناس كتير اعتزلت اللي هو كان عنده 27-28 اعتزلت رغم لسه زغيرين 27-28 في سنة اعتزل ما فيه شكورة وكده فيه ناس كتير اعتزلت اعتقد الفناجيلي يمكن عندنا كابتن عربي فيه أجيل بطلت في الشيحتة كل ده بطل يتظلموا في الفطرة دي ولكن برضو كانت مصر موجودة والمنتخب مصر كان على مستوى عالي جدا والاسماعيل شارب برضو الكرة المصرية في أفريقيا في ظل الظروف الصعبة اللي أنا بحكيها البطولة الحقيقة أن انت كنت بتلعب أولاً عادينا في نادي الجزيرة ما فيش مكان لينا يا دوب بنتمرن على الإقامة في نادي الجزيرة بعد كده اتعامل إقامة يعني بعد كده اتعامل إقامة وعادنا بقينا عادين معسكرين وأذكر والله إحنا في مباراة عندنا كانت مهمة جداً أذكر أن الكابتن صالح رحمة الله عليه جاءت فرج على التدريبة يعني الأخيرة قبل المباراة يعني جاء الجزيرة لأنها خطوطين يعني من النار فجاءت فرج على التدريب مسندة طبعاً مسندة مش عايزة كلامة فيعني نحن نتكلم لأ الروح كانت جميلة وحقيقة يعني المنافسة في الملعب مطلوبة لكن ما تطلع خلاص انتهى العلاقات ما يدين اللعبة زمان بالضبط يعني لازم الناس تفهم كده وكورة احنا بيشوف العالم كله بيلعب وبيتنافس في الملعب وكورة بعد كده بيطلع مع بعض طبعاً بفيش اي مشاكل ايه 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 يعني ايه مشكلة بتتصوروا مع بعض وبياكلوا مع بعض وكورة بتخلاصي احي انا خسران النهارده عندك عندي عريقة خسرت يعني برشون ده مخسر تمانية من باير يعني 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 ما فيش عيبة عندنا بقى بيكلموا في حاجات بتتاخد في محمل مبالغ فيه مش بس في اطار كورة القدم لا مش في اطار لا يا كابتن لا يا كابتن انا عايز ارجع لنقطة ويمكن كابتن اول ما اسمح هدحك وانا بصيت له المفاجأة يعني المكافأة ثلاثة جنيه كده عملت عملت بيه حاجات عملت ليه عولت حاجات احنا لما خدنا خد مية جنيه مية جنيه يعني كم دلوقتي لأ بس خد بالك مية جنيه كارت كم دلوقتي زي كان لأ ساوي مية الف والله ان شاء الله لكن انا بتكلم على جزئية عايز اخد من دية ان اللعبة كان بتلعب حبا في الكورة وحبا في الرياضة والجزء المادي او الجزء المالي ولا في دماغنا ولا مكانش موجود لا لا مش بتلعب عشان الفلوس لا انت بتلعب عشان تكسبه عشان نفسك عشان تساعد الناس والناس اللي موجودة وكل كلام انت سادي القاهرة من الساعة عشرة الصبح فول مقفول طبعا عمويد النور دي ركب عليها الناس كتير عمويد بتاعت الكشفات لا لا منظر رهيب احنا مقدرتناش ننزل الملعب مبارات يا دي كاب مبارات الانجل بير الانجل بير نهاية شالوا شراعات الازاز في القط اللبس ونطينا لان في الكوردور كان فيه جمهور لو الباب تفتح حينزله لا لا كان يوم رهيب كان فيه مئة وثلاثين الف تعملته ازاي كابتن لا اعتبتنا يعني انا منشايف ان المطش من ناحل فني كان كويس جدا بصراحة احنا رأينا مطشات احلى من كده بكتير يعني كتوك وثلاثة اتنين ده كان جميل جدا لكن المطش ده كنا خيفين بأمان يعني كنا مرعوبين وخايفين وعايزين نبصر الناس انا فجأة لقينا الدنيا من الساعة عشرة صبحي خرجنا عشان رحنا معرفش نتغدى بره او حاجة زي كده واحنا خارب لقينا الاستاذ كله مليان مليان من الساعة عشرة صبحي فكرنا بالفرقة كمان كانت كابتن الله يرحمه كابتن حسن مختار كابتن حسن مختار كابتن حودة كابتن سادي الساقة كابتن ميمي دارويش كابتن أمين إبراهيم كابتن سيد حامد كابتن نصر السيد كابتن ريعو كابتن النوس كابتن سيد عبد الرازق مش عزان سحد يعني كابتن مصافة دارويش يعني مجموعة مجموعة عظيمة طبعا اه وخلي بالك البودلة كانوا اتنين يعني خبنا البطولة 13 العيب اه مش يعني يعني هم تلعبوا هتخلصوا كان عبد الرازق زهنداوي برضو عشان ما نسهوش لأنه لعب مطش من أروع المطشاط للكاتوكو هنا 3-2 وجاب هدفين اه لا يعني العدد يعني حتى مشوار البطولة كان مشوار صعب مش مشوار سهل بتتكلم على كمان الانديا الأفريقية زمان كانت على مستوى عالي جدا للوقتي الانديا الأفريقية كانش في احتراف على أساس ما كانش لسه عارفه السكة الأوروبا صحيح يعني الفدأ كان بخرها يعني النهاردة اللعيب النص الليبه في أفريقيا بيلعب في أوروبا ما كانش درجة بيلعب درجة تانية درجة تالتة صحيح مزبوط متعب فيه أربع درجات في أوروبا النهاردة بيلعب فوقتنا ما كانش فيه لسه عارفه السكة يعني ما كانش تلاقي اللعيب أصمر في فرق فكان الفرق بخرها بتلعب كتوكو رهيب بتلعب الأنجل بير دا أنا بتاعي يعني دجون كابتن على بو جريش أهو أهو ده في النهاية الخطيب كان بيقول لي الفرقة رهيبة كان موجود في الملعب وقتها لأن كان السنوان كابتن الخطيب كان موجود في الاستاد لأنه كانوا هم أصلا مقيمين في المدرس المغوين كان موجودة في الاستاد فكانوا حضرين قال لي كي على الفرقة قال لي لأ الأنجل بيق قال لي الفرقة رهيبة فالفرقة دي لأ ولقبتنا عشان مراد تكسبنا أنا بقول كده بس ربنا أراد إن إحنا هنكسب عشان خطر الجمهور ونسق بس إحنا بقى إحنا إحنا في